وفي المتغيرات تتحدث سياسيون عن اجتماع مجلس محافظة كاركوك بجميع أعضائه الأسبوع المقبل لانتخاب محافظ جديد وتوزيع الاستحقاقات الدستورية ضمن مفهوم شراكة جديدة يعتمد التوافقية بين جميع المكونات ويقول السياسيون إن اجتماع بغداد أسس للقاءات ثنائية في كاركوك خرجت باتفاق على تقاسم العرب والكرد منصب المحافظة وتوزيع باقي المناصب حسب القاسم الانتخابي والتفاهمات الجديدة التي لن تستثني أحدا ومن بوادر الانفراج كما يقول السياسيون هو اللقاء الأول الجامع بين جميع الفائزين في منزل الشيخ أنور العاصف كاركوك والاتفاق على حكومة توافقية تستوعب الجميع وتحافظ على استقرار كاركوك وهويتها العراقية الجامعة